وعلى يفسارهم نواف العابد يتقدم عبداليدواردو عرضية خطوله اوهو 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 اولى الكرات الخطيرة على مرمى ابدال الفيحة العابد كان من الممكن ان يسجل عرضية ممتازة جدا من جانبي ادواردو على رأس نواف لا يجيد لعب الكرات ابدال رأسية العابد مرت الكرة من امامه وذهبت سليمة الى ضربة مرمى عندها ابدالهلال هنا كرة عمالية محاولة وخطيرة الاشعراني تغطية موجودة وفرصة لادواردو اوهو ادواردو امام المرمى دقيقة السادسة تشهد بفرصة خطيرة اخرى للهلال ادواردو كان من الممكن ان يسجل لكن مرت الكرة الماضية وذهبت سليمة على مرمى الفيحان خربين حاول يعيد الكرة الكحطاني عبد الكريم ابينية ممتازة وخطيرة الان اوهو 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 اول من جينبي عبداللعطيف وحكم المباراة يعطي ضربة جزايا عبد المجيد الرويلي لاعب الهلال السابق لاعب الهلال في الموسى ضربة جزايا تقدم بول 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 اول للفيحان بول اول للبرتغالي بول اول للوافد الجديد الوافد الطموح يفتتح التنسيل ويسجل في مرمى الهلال مع الدقيقة الحاضية وثلاثين من زمن شوط المباراة الاول هدف ويستغل روني فرناندز هذا هذه ضربة ويسجل هدف الفيحان الاول ويضع بصمتها في بطولة دوري جميل هذا الموسم قلت ان الفيحان لا يريد فقط يمر الكرة لادواردو عظية خطيره والتغطية تمر عنده ميليسي بعيدة عن المرمى ميليسي يصوب كرة قوية جدا هنا بدأت تصويبة وكانت قريبة من المرمى والله قريبة لكن ذهبت سليمة على مرمى الفريج شوط المباراة الاول تلعب كرة عظية خطيرة أمام المرمى والله الحافظ يعادل النتيجة ويسرجل هدف التعادل راسية رائعة جد في مرمى الفريج جميلة على القائمة الثاني عملها كما ينبغي عملها المر الفرج كما ينبغي تحرك منتاز لاحظ على القائمة الثانية وراسية مباشرة في مرمى الفيحاد في التعادل لم ينتظر كثيرا الزعيم لم ينتظر كثيرا سجل التعادل سجل التعادل براسية المدافع الحافظ المتقدم إلى الأمام أصبحت النتيجة واحد واحد الآن واحد واحد ياسر الشراني عرضية من ياسر محاولة رأس من خاربين لكن كرة مرغ سليمة على مرمى الفيحاد وتذهب إلى ضربة مرمى يضغط الزعيم بلعب عنده البريك عضية البريك بعيدة الكرة مرغ سليمة أراد أن يخادع الفريج لكن كرة ذهبت إلى خارج يارضية ملعب أراد أن يلعب الكرة مباشرة على المرمى لم ينجح في ذلك ذهبت الكرة هنا ضربة مرمى لمسلعت يحاف يريدون المحافظة عن نتيجة لكن جميلة 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 حلوى اللعبة حلوى اللعبة جدا رائعة في هذه اللغة لاحظ كيف هرب البريك لكن لم إذا جي جي دائما هناك الأمامية خطيرة خطيره بول ضربة 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 سلم الفريج يبعد كرة محققة للعابد بالقدم اليسرى نواف راحت الكرة إلى ركلة زاوية أبعدها في آخر لحظة لكن خاطئة من تمرير خطيرة عنده معاد عرضية من جانبي معاد ورسي يوم تلعب العرضية محاولة بالرأس خطيرة من جانبي بلد ضربة جزال الهلال ضربة جزال الهلال تركي الأخذر يعطي يطي صافر وضربة جزال ماتياس بريتوس بريتوس لو شاهد اللقطة هنا بالمحاولة وهنا الاشتراك والشد من جانبي تسيوليس شد من تسيوليس بير أكل تا يديه وبالدليل الحكم يمنح جزاية تقدم خربان يسجل يسجل عمر خربين حدفا هلاليا ثاليا من نقطة الجزاء على يسار مسلم على فريج خربين الذي غاب في مباراة اليوم تماما يتقدم الكرة من نقطة الجزاء ويسجل هدفا هلاليا ثانيا لأن يتقدم الهلال لأول مرة في المباراة على حساب من نقطة من نقطة من نقطة ويسجل خطير فرصة من نقطة من نقطة من جانب الفيحة لكن ذهبت الرسية إلى ضربة دمرمه روني فرناندس رويز ينتلق خطأ لا عبادا خير الرويز يكسب ضربة جزاء للفيحة روني يتقدم فرناندس عبدالله معيوف ينجح في أبعاد كرة فرناندس يبعاد كرة فرناندس ويبقي الزعيم متقدما بهدفين مقابل هدف كان من الممكن كان من الممكن أن يعادل النتيجة ضيع فرناندس ضيع الفرصة ضيع الفرصة واقع الضغر المعيوف يتعلق على دفعتين ستلعب الكرة عرضية خطيرة ضاعت على بيليسي ضاعت الثالث ضاع هدف التأكيد حدف الأطمانان والأمان لاحظ رأسية بيليسي مرت سليم على مرمى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر